وهو واحد من نجوم الأرسنال التاريخيين نايجل وينتربيرن نجم الأرسنال ونجم مستهم ونجم منتخب إنجلترا السابق هو ضفنا دلوقتي فيه ألسا ديسا بداية طبعا كل الشكرا لك على مشاركتك معنا ودايما أهلا وسهلا بك على شاشة النادي الأهلي شكرا لكم على دعواتي هنا يمكن لقطة كده من لقطاتك في ملاعب إنجلترا وتقلقك مع جيل ذهبي في الأرسنال يمكن جيل عود جمهي الأرسنال ومحبين وعشاء الأرسنال دايمن والجانرز على الوصول لمنصات التتويج يهمني أبدأ معك من نسخة الأرسنال بقيادة أرتتا وهبدأ معك قبل ما أتكلم عن الموسم الجديد إزاي شفت نسخة الأرسنال في الموسم الأخير وإزاي شفت قدرته على المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية البريمير ليج أعتقد أن جمهير أرسنال ستكون سعيدة بما رأته في الموسم الماضي وكان أمرا مخيبا للأمان ما نراه أن لا يفوز بالبطولة أعتقد أن الإصابات التي حلت بالفريق أثرت على مستوى الفريق في النصف الثاني من الموسم أعتقد أن كان يجب عليهم الفوز بالدور الإنجليزي ولكن ما رأيناه من مباريات صعبة خصوصا ضد وستهام وبعد ذلك ضد ساوت هامتن كلفت أرسنال فرصة الفوز بالدور الإنجليزي أمام منشستر سيتي في النهاية هل بترى أنه قصة أرتتا مع أرسنال هي بداية قصة نجاح زي ما حصل مع أرسنال فينجر في فترة من فترات واستطاع أنه ينافس مش بس على البطولات الإنجليزية لكن كمان أرسنال كان حاضر بشكل كبير للمنافسة على البطولات الأوروبية نعم أعتقد أن كل الطريقين متشابهين أعتقد أن مايكل أرسنال بدأ بالبداية مميزة بتغيير كبير في تشكيل الفريق غير الكثير من الفريق الكثير ذهب والكثير أتى فأعتقد أنها فترة مميزة لاعبون مميزون ديكلوند رايس ماونت أعتقد أن الفريق الآن ينتقل لمستوى كبير لمنافسة فريق كمانشستر سيتي أعتقد أن التغيير الذي سنراه هذا العام هو تغيير كبير كبير أعتقد أن الفريق سينهي سينهي الرحلة بشكل أفضل وسيفوز أرسنال بالدور الإنجليزي على عكس الموسوى الماضي كتيبة أرتتا الحقيقة قدم من خلالها نجوم كثير منهم طبعا مارتينالي منهم أوديجرد منهم حتى خسوس وزينتشانكو رغم أن هما من نجوم الدور الإنجليزي لكن ظهروا مع أرتتا ومع أرسنال بشكل أكتر من رائع بالإضافة لأسماء الميركاتو زي داكلين رايس وميس الماونت إزاي كمان بتشوف فرص الأرسنال الموسم ده في المنافسة على لقب الشامبيوز ليج وهل أرتتا عنده القدرة على أن ينفس كبار أوروبا نبعد عن المنافسة في إنجلترا وروح أكتر للأندية الكبيرة في أوروبا زي باي ميونيخ وريال مدريد وغيرهم الأندية إذا نظرت إلى دور الأبطال العام الحالي ستجد أن أرسنال ليس لديه تاريخ كبير مع هذه البطولة مقارنة بالفرق المتواجدة ولكن هذا يظل تحدي كبير لأورسنال أن يخوضه وأعتقد أن الفريق على كل من سينافس مايكل أرتتا سينافس بشكل كبير للفوز ويظهر بشكل أفضل بأفضل ما يستطيعون في بطولة دور الأبطال ودور الإنجليزي وأن يدفع أو أن يخرج منشستر سيتي من المنافسة على الأقل في الدور الإنجليزي خلينا نتفق أن الكرة الإنجليزية بيتحضرة بشكل كبير جدا خصوصا في بطولة الشامبيونز ليج المواسم الأخيرة شهدت تتويج ليفر بول شهدت تتويج تشلسي شهدت تتويج السيتي هل تعتقد أن الموسم ده في نادي إنجليزي قادر على تكرار نفس الإنجاز أو تحقيق نفس اللقب وموسط سيطارة أو هيمنة إنجلترا على بطولة الشامبيونز ليج أعتقد أن لدينا فريق قوي يستطيع أن يصنع ذلك وفريق السيتي متمرس في هذه البطولة إذا سألتني من الفريق من إنجلترا سينافس أعتقد أن هذا سيحدث بسهولة من أرسنل أو من مانشستر سيتي وخصوصا السيتي لديه الحافز والجميع حول العالم لا يريدون أن يواجهوا السيتي لا يوجد فريق يتمنى هذا وخصوصا في مثل هذه البطولات الكبيرة لديكم أفضل وأقوى دوري على مستوى العالم أفضل لعبين محترفين الأفضل في الأسماء على مستوى المديرين الفنيين لكن يمكن دايماً بتكون علامة الاستفهام أن ده قدرة على أنها تحق بطولات أوروبية بالتأكيد ولكن في النهاية ده مش بينعكس بشكل واضح على المنتخب الإنجليزي من وجهة نظرك إيه السبب هذا؟ حسناً تاريخياً أعتقد أننا كافحنا كثيراً ضد البطولات القرية آخر أربع سنوات كانت أفضل قليلاً نافسنا واقتربنا من اللقب بشكل كبير وكتيبة ساغت جيت استطاعوا معاً أن يشكلوا فريق جيد جداً وأعتقد أنني أعتررهم كانوا أفضل فريق مثل إنجلترا منذ فترة وفي هذه اللحظة أعتقد أنهم أفضل تشكيل يمكن أن يبدأ به ساغت جيت أعتقد أن لدينا الكثير من المواهب وأعتقد أن في البطولات القادمة سيكون الشكل أفضل وأعتقد أن منتخب إنجلترا سيكون مفضلاً لدى الجماهير لدينا المنافسة الأبرز على مر التاريخ وهذا بالفعل يجب أن ينعكس على بطولة اليورو القادمة مش ممكن يكون معنا واحد من نجوم الأرسنال التاريخيين وما أسألكش على النجم المصري محمد النيني وإزاي بتشوف أو بتقيم مشواره وإسهاماته مع نادي أرسنال محمد النيني مما أعرفه الآن هو عضو من أعضاء الفريق هو عانى الفاترة الماضية من إصابة وهذا ما منعه من المشاركة بشكل ثابت في المواسم الماضية أنا أتفاهم ذلك وأتفاهم أنه يجب أن يعود سريعاً وأن يجب أن يشارك فالمنافسة على مركزه والمنافسة التي أخوضها أرسنال الآن ستكون صعبة ويجب عليها أن يشارك إذا كان لائقاً ويجب أن يأخذ عدد دقائق مع الفريق هو لديه شخصية قوية وهذا ما أظهره في السنوات الماضية وأعتقد أنه يليق على فريق أرسنال هل تتوقع أنه ممكن يكون لي دور مع الأرسنال ومع أرتيتا الموسم الحالي؟ بالطبع بالطبع إذا استطاع أن يعيد نفسه للتشكيل فأعتقد أنه سيعود للعب بشكل مستقر هذا الموسم وسيكون له دور مهم أعتقد أنه سينال عدد دقائق وعدد مباريات مناسبة إذا استطاع أن يعود للتشكيل بعد الساعات هتبدأ البطولة الأهمة في أوروبا بطولة الشامبينز ديج وهستسني منهم لقائين يهمني أسمع رأيك وفرص الفرق الإنجليزية فيهم فريق الأرسنال في مواجد أيندهوفن الهولندي وطبعاً في قمة ألمانية الإنجليزية تجمع بين اليونيتد وبين باي ميونيخ إزاي شايف فرص الفرق الإنجليزية في بداية مشوار الشامبينز ديج بالنسبة لهذه المباراتين فمانشستر رأينايتد ليس في أفضل حالاته لديهم إصابات كثيرة لديهم حالة أو حالتين من المشاكل الداخلية الخاصة بلاعبيهم التي لا نودى أن نراها كثيراً ولكن كأرسنال أستطيع أن أقول أن مانشستر رأينايتد لديه موسم أو موسمين يحاول أن يفرض مستوى التغيير الذي حظى به الفريق على مستوى التشكيل ولكني لا أرى مانشستر رأينايتد يفوز بهذه المباراة ويفوز بالشامبينز ديج الفرصة صعبة بالنسبة لأرسنال ضد بي اس في آين دوفين الفريقين على مستوى عالي جداً من الفنيات والمهارات العالية مباراة صعبة ولكن أرسنال سيفوز ويحتاج أن يفوز بهذه المباراة لإذا كان إذا أراد أن ينافس في البطولة وخصوصاً في مرحلة المجموعات أنت كنت بتلعب باك شمال أو مركزك في الملعب كان باك شمال في فريق الأرسنال يعني يمكن لو كنت بتلعب في نفس الوقت اللي بيلعب فيه محمد صلاح كنت هتبقى أنتوا في المواجهة المباشرة داخل الملعب شايف زي محمد صلاح في الدولة الإنجليزية يعني رأيك فيه طبعاً بما أنه لعب يمكن طبعاً كان ليه إسهامات كبيرة جداً مع ليفر بول وإزاي كانت ممكن تكون مواجهته لو تقابلته في الملعب في البداية محمد صلاح هو لعب مذهل محمد صلاح حتى اللحظة يظل يمتع جماهير ليفر بول بقدراته وإمكانياته المذهلة تمكنه من ترويد الكرة السيطرة على الكرة اللعب خارج الأظهرة اللعب داخل الملعب هو أعتقد أن إذا واجهته فلن أدعه يفعل ذلك ولكن محمد صلاح يستطيع أن يفعل الكثير ضد المدفعين بالنسبة لي في المباجهات المباشرة يجب علي أن أركز كثيراً ضد ملعب كمحمد صلاح المنافسة ضد محمد صلاح ستكون جيدة وأتمنى أن أكون في أفضل حالاتي إذا واجهت لعباً مثل محمد صلاح لو طلبت منك أنك أنت ترشح أفضل من وجهة نظرك طبعاً أفضل ثلاث أسماء من الدولة الإنجليزية من أي أندية ممكن ترشحهم عشان ينفسوا على لقب الأفضل على مستوى العالم تختار مين أعتقد أن نحن تحدثنا عن واحد منهم محمد صلاح فليفر بول لديه فترة صعبة في الموسم الماضي ولكن محمد صلاح ظل ثابتاً ظل يحرز الكثير من الأهداف بدأ الموسم الحالي بشكل ولا أفضل هو أفضل لاعب يمكنك أن تشاهده في العالم الآن محمد صلاح وبالطبع لا نستطيع أن نغفل إيرلين هالند الموسم الماضي كان الأفضل في إنجلترا استطاع أن يفوز بدورة الإنجليزية رفقة منشستر سيتي بالطبع فريقي يجب أن يكون هناك لاعب من أرسنل نرى الآن بوكايوساكا هو اللعب الأفضل في الفريق يلعب الآن في أفضل مستوى عالمياً نحن نتطلع لبوكايوساكا أن يكون الأفضل في العالم وأن يساعد الفريق برفقة مارتين أوديغرد وكامل فريق أرسنل أن ينهى الموسم الحالي في المركز الأول وأستطيع أن أقول أن بوكايوساكا سيكون مساهمة بشكل أكبر مع أرسنل ورفقة محمد صلاح وإيرلينج هالند هما الأفضل في الموسم الحالي ناجل وينتربيرن نجم أرسنل التاريخي ونجم أستهام طبعاً ومنتخب إنجلترا بشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك كل التمانيات طبعاً للأرسنل بموسم موفق يبقى الأرسنل بالنسبة لنا ذكريات كبيرة جداً مع أرسنل فينجر كان يا جماعة واحد من كبار العالم يعني كان واحد من أهم أندية العالم وعنده أسماء كانت بتلعب فيها على أعلى مستوى أهم من جوم في العالم كانوا في يوم الأيام بيمثل الأرسنل فريق الوحيد اشتركوا في القناة